الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من الشهر الرابع من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية نستأنف بإذن الله الدروس العلمية في المسجد الحرام ضمن البرنامج العلمي للدروس في المسجد الحرام التي تعده رئاسة الشؤون الدينية فجزى الله الإخوة في التوجيه والإرشاد وإعداد هذه الدروس خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علم على بركة الله نقرأ في تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله التفسير تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام يأمرهم يحتمل 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 نعم وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته أي نصيبين من الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخلوا فيه أهل الكتاب وغيرهم وهذا الظاهر وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى أجر على الإيمان وأجر على التقوى أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيمان بعد أخرى ويجعل لكم نورا تمشون به أي مرة بعد أخرى ويجعل لكم نورا تمشون به أن يعطيكم علماً وهدى ونوراً تمشون به في ظلمات الجهل ويغفر لكم السيئات والله ذو الفضل العظيم فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك وقوله لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عاماً واتقى الله وآمن برسوله لأجل أن أهل الكتاب لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ويتمنون على الله الأماني الفاسدة فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله لهم كفلان من رحمته ونور ومغفرة ونور ومغفرة رغماً على أنوف أهل الكتاب وليعلموا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره بارك الله فيك وجزى الله المصنف خير الجزاء ورحمه وعلماءنا جميعاً مناسبة هذه الآيات هذه الآيات الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من آخر سورة الحديد وهي ختام مبارك هذه الآية جاءت بعد ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وبيان ما خاطب الله أهل الكتاب وإرساله إياهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أمر الله عز وجل بعد ذلك بالإيمان والتقوى بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتقوى الله عز وجل اتقوا الله وآمنوا برسوله وأن من فعل ذلك من أهل الكتاب أو من غيرهم آتاه الله الكفل من الأجر أجره مرتين وجعل له نوراً يمشي به في الناس ويغفر له ويغفر لكم والله غفور رحيم إذن هذه الآية تضمنت نداء وهل النداء للمؤمنين عامة أو للمؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن من آمن منهم فقد آمن بالأنبياء جميعاً من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فقد آمن بعيسى وآمن بموسى وآمن بغيرهم من الأنبياء لأن من شروط أهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأركان الإيمان الإيمان بالرسل فمن آمن بالرسل كسب كفلين من الأجل أو أن الخطاب عام للمؤمنين من أهل الكتاب ومن غيرهم وهذا هو الأصل والأصل دائماً حينما يأتي النداء أنه يأتي للعموم والعبرة بعموم اللفر إذن تأضمن هذا الأمر وهذا النداء الإله أمرين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله النتيجة ثلاثة أمور عظيمة يحصل عليها الإنسان يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم وهذا فيه خير الدنيا والآخرة والله غفور رحيم ثم ذكر أن النبوة فضل من الله ورحمة وأنها ليست من أحد لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم لأن لا يعلم أي لكي لا يعلم هذه علة فيما سبق ذكره حتى لا يعلم أهل الكتاب أنهم يقدرون على شيء من فضل الله الفضل كله لله والأمر كله لله والخلق كله لله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله والله ذو الفضل العظيم ذلك لأن أهل الكتاب عندهم علو بأنفسهم وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه فإذن الفضل لله عز وجل وليس لأحد وما يؤتيه وما يؤتيه الإنسان من فضله ما يؤتيه الله عز وجل الإنسان من فضل في الدنيا أو الآخرة فهو بيد الله عليه أن يحمد الله وأن يشكره وأن يدفعه ذلك إلى الإيمان والتقوى إذن عرفنا أن الخطاب في أيها الذين آمنوا إما أن يكون عاما للمؤمنين وإما أن يكون خاصا بأهل الكتاب لأنه لا زال السياق في سياق أهل الكتاب ولهذا جاءت يؤتكم كفلين لأنهم آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من آمن منهم وهذا يبينه سبب النزول وقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية أن وفدا من النصارى الذين كانوا من أتباع النجاش قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا وأسلموا وشهدوا معه المشاهد وأحدا ووقع فيهم ما وقع ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول الله إذا لنا أن نواسي إخواننا المسلمين فأنزل الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه في سياق أهل الكتاب الذين آمنوا الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني على عيسى وأيضا موسى ومن سبق من الأنبياء هم به يؤمنون يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ما هي النتيجة كما في سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية وهنا قال يؤتكم كفلين من رحمته إذن لما قال النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كسبوا بين أجرين آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لهم مزية الذي يؤمن بموسى وعيسى ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له مزية يستحق كفلين من الأجر ولهذا استحقها أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم بإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤمنون بعيسى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله الحديث يدخله الله الجنة فلما نزلت الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وقالوا ما قالوا بينا النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن من آمن بالقرآن وآمن بعيسى فإن له أجرين فله أجران ومن لم يؤمن بعيسى أو بأحد من الأنبياء فليس له إلا أجر والمسلمون دائما كما عرفنا من عقيدتهم يؤمنون بالأنبياء فلهم نصيب من الكفلين والأجرين وأما أهل الكتاب فمن آمن بعيسى وقت عيسى فإنه يحشر على ما مات عليه من الإيمان برسالة عيسى أما من بقوا وشهدوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم إن آمنوا به كسبوا الأجر مرتين يؤتكم كفلين من رحمته وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال لما نزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فخر أهل الكتاب فخر مؤمن أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك على الصحابة فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يعني أن هذا ليس خصوصية لأهل الكتاب ممن آمن بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وإنما لكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنكم إن آمنتم به آمنتم بأنبياء الله ورسوله هذا سبب النزول الذي ذكره المفسرون منهم الحافظ ابن جرير وأيضاً ابن كثير رحمهم الله تعالى وذكره المصنف رحمه الله لألا يعلم أهل الكتاب سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال بلغنا أنه لما نزلت يؤتكم كفلين من رحمته حسد أهل الكتاب المسلمين عليها لماذا تحسدونهم ليس الفضل منكم وأنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفاروا فأنزل الله لألا يعلم أهل الكتاب عقدة أهل الكتاب وهي إلى اليوم فيهم وأفعالهم في فلسطين ظاهرة وأيضا غيرهم ممن تعصب وضاد دعوة محمد عليه الصلاة والسلام يظنون أنهم هم الذين يدبرون الكون ويسيرون العالم وهذا رد من الله جل وعلا عليهم لألا يعلم أهل الكتاب نحن الذين نؤتي الأجر والكفلة والنور والمغفرة لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم حتى في عموم أمور الحياة كلها إذا إنسان يعني يراد أن يتمثل ما ليس له أو أن يتشبع بما لم يعطى أو يظن أن له فضلا على الناس دائما يحتج عليه بهذه الآية لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله يعني المنه لله والفضل لله جل وعلا مفردات هذه الآيات وتفسيرها أمر الله عز وجل بالتقوى يا أيها نداء المؤمنين المنادي هو الله جل وعلا وهذا دليل على عظمة الله وأيضا على شرف المدعوين والمنادين وهم المؤمنون بشرف الإيمان وأيضا شرف الدعوة لماذا دعيتم ولأي شيء دعيتم إلى الإيمان بالله آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله من اللطائف لماذا قال آمنوا بالله ورسوله لماذا قال اتقوا الله وآمنوا برسوله لأن الإيمان بالله ورسوله من التقوى تقوى أعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقواكم لله إيمان به وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أما آمنوا برسوله فجاءت المناسبة هنا لمخاطبة من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب أنه لا ينفعكم بقاؤكم على دين عيسى لما بعث محمد آمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليتم لكم الأجر اتقوا الله وآمنوا برسوله والتقوى مكانتها ظاهرة ومعانيها ظاهرة وكثيرا ما ترد في القرآن الكريم والإيمان بالرسل هنا لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مناسبته إذا قلنا إن المخاطبة عامة للمؤمنين فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباع شريعة وسنته ومحبة عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب معانونها وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بالشرب ولا بالبدع ولا بالمحدثات ولا بالمخالفات آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يحتمل الرسول هنا اسم جنس فيشمل الرسل جميعا ويحتمل أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب أو آمنوا بعموم أهل الإيمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تأكيد لإيمانهم وأمر لهم بالتقوى اتقوا الله فيما نهاكم عنه فاتبعوه وفيما نهاكم عنه فاجتنبوه وفيما أمركم به فاتبعوه وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين الكفلان الضعفان النصيبان الأجر المضاعف يؤتكم كفلين لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل من قبله وذكر أن الكفل ثلاثمائة وخمسون حسنة وهذا تقدير وفضل الله أوسع من ذلك يؤتكم كفلين نصيبين ضعفين من رحمته لماذا الكفلان بسبب إيمانكم بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالرسل من قبله ونقل عن الراغب والراغب صاحب المفردات وكتابه نفيس في معاني الكلمات والمفردات قال الكفل الحظ الذي فيه الكفالة كأنه تكفل بأمره والكفلان النصيبان المرغب فيهما وذكر أن معنى الكفلين هو معنى قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فهذا نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة على اختلاف المفسرين رحمهم الله في المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة النداء فيها أيها قلنا أنه إما عام وإما خاص بأهل الكتاب والأولاء العموم آمنوا داوموا واثبتوا على الإيمان والاستمرار على الطاعة ولسيما التوحيد والعبادات وكل ما أمر الله جل وعلا به قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يؤتكم كفلين ضعفين وكفلين بلسان الحبشة معنى حبشي هل أهل الحبشة يقولون النصيب هو الكفل نعم قد يكون هذا وأبو موسى رضي الله عنه ثقة مصدق ضعفين بلسان الحبشة والمعنى أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله في سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين وسببه أيضا أو ما ورد في حديث ثلاثة لهم أجران من هم الثلاثة الذين لهم أجران ورد في حديث أبي موسى عند الشعبي رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمه فأعتقها وتزوجها وقبل ذلك أدبها وعلمها وأحسن تعليمها وتأديبها ثم أعتقها فله أجران ولهذا من وسائل الدعوة اليوم لغير المسلمين أن تقول للمسلم لمن يريد أن يسلم أو من تريد أن تدعوه إلى الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم إن آمنت فلك كفلين لك أجرين لك أجران أجرك بمتابعة نبيك وأجرك بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجعل لكم نوراً نوراً تمشون به هذا النور إما أن يحتمل في الدنيا يحتمل أنه في الدنيا وهو نور الطاعة ونور الطريق إلى الله والاهتداء بهديه ولزوم كتابه وسنة رسوله الذين الآن من الله عليهم بالإيمان والتوحيد والتقوى وسلامة المنهج آتاهم الله نور ليس مثلهم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فأهل الشرك وأهل البدع وأهل المخالفات يتخبطون أما أهل الإيمان جعل الله لهم نوراً يدلهم على الهداية إلى الطريق الصحيح إذن يجعل لهم نوراً في الدنيا والقول الآخر أن النور في الآخرة على الصراط كما قال الله عز وجل في ثنايا سورة الحديد نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم النور هو الضياء الذي يمشون به على الصراط إلى أن يصلوا إلى الجنة وقيل المعنى أنه في الدنيا سبيلاً واضحاً وأن هذا صراطه مستقيماً فاتبعوه ولهذا احمد الله أيها المسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله من آمن بالله واتقاه واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أوتي كفلين وأوتي نوراً يمشي به في الناس وفي الظلمات ومثله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً أي تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والشرك ثم قال النتيجة الثالثة ويغفر لكم يغفر لكم والمغفرة أمرها عظيم ما أسلفتم من الذنوب والمعاصي إما إن كانوا كفار فأما إن كانوا كفاراً فقد قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وفي آية الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفي سورة هود إن الحسنات يذهبنا السيئات وهذا أمر وأجر عظيم ثم ختم هذه الآية بالإسمين العظيمين الذين يحملان الصفتين العظيمتين والله غفور رحيم وهذا من مناسبة ارتباط الآيات رد العجز إلى الصدر والله غفور رحيم لأنه قال في آخرها وفي مطلعها في التقوى قال يغفر لكم والله غفور رحيم أي رحمته ومغفرته بالغة ومؤكدة وهي لأهل الإيمان والتقوى ومعنى الآية ولله الحمد واضح في بيان الكفلين وفي بيان النور وفي بيان المغفرة وفي ختام هذه الآية بهذين الإسمين العظيمين الذين يرغبان العاصي بالمغفرة وسؤال الله المغفرة فالله غفور والله رحيم فأقبل عليه مهما عظمت ذنوبك ويغفر لكم والله غفور رحيم وهل بعد أشد من الكفر ذهم ومع هذا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم قال لألا يعلم اللام هنا للتعليم لألا يعلم يعني ما ذكرنا سابقا من التقوى والإيمان وإيتاء الكفلين والنور والمغفرة فهو منا وليس من غيرنا وغيرنا لا يقدر عليه لألا يعلم أهل الكتاب إنما ذكرنا هذا الفضل لأنه من الله لألا يعلم أهل الكتاب الذين أحياناً قد يفخرون على المؤمنين بإيمانهم برسل الله عز وجل الذين أرسلوا إليهم وأهل الملة المحمدية إنما آمنوا بمحمد فكان أن فخر بعض أهل الكتاب فرد الله عليهم فخرهم وأن الفخر والفضل والكرم إنما هو من عند الله عز وجل لألا يعلم لكي لا يعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب ولي يعلموا ولا هنا لألا 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 العلماء المفسرون بعضهم يذكر أنها زائدة وسبقاً ذكرنا أنه لا زيادة في القرآن لكن لو يقال لا متأكيد أو لا مصّلة أولى من أن يقال إنها زائدة وإن كانت دارجة على أفواه المفسرين مثل قوله ما منعك ألا تسجد المعنى ما منعك أن تسجد ومثله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون والمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يؤمنون ومثل قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون لأنها خلاص يعني اتضح الأمر وليس بعده إلا الإيمان وهذا سائغ في اللغة العربية وسائغ في أساليب القرآن الكريم أن تأتي اللام وأوضح من هذا لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة والمراد أقسم بيوم القيامة أقسم بهذا البلد وهكذا وقراءة وقرئة ليعلم لألا يعلم هذه القراءة الحفصية وقرئ ليعلم والله غفور رحيم ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون وقرئ القراءة الثالثة لكي لا يعلم وهذا أبلغ في التعليم وقرئ أيضا لأن يعلم لأن يعلم وأن في قوله لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا أن لا يقدرون أن في قوله أن لا يقدرون هذه ما يسميها أهل اللغة والنحاة المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة خبر على أن هم مفعول لأن لا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب فلا يفخرون فهذا فضل منا وأجر منا فليس لهم قدرة على الفضل على أحد ولا ينالون من فضل الله شيئا ولا ينالون من الفضل حتى على المؤمنين ليس لهم فضل على المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي تفضل عليهم بكفلين من رحمته وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام والنور الذي يمشون به والمغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الكفار من أهل الكتاب لا يقدرون على هذا الفضل لأنهم لم يأتوا بشرطه وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الفضل أن هذه جملة معطوفة على أن لا يقدرون وأن الفضل بيد الله معطوفة على جملة أن لا يقدروا وقرأ القراءة الجمهور أن لا يقدرون وقرأ وقرأ أن لا يقدروا على إعمال أن وهي ناصبة وكلاهما قراءتان صحيحتان وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء عرفنا كيف معنى عطفها على أن لا يقدروا أن لا ليعلموا أنهم لا يقدرون وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويؤتيه من يشاء خبر ثان وجملة قوله والله ذو الفضل العظيم مقررة لمضمون ما قبلها سياق فضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهنا أيضا مناسبة العجز عجز الآية لسياقها وسباقها وهو بيان فضل الله عز وجل والله ذو الفضل العظيم فلا حسد فلا حسد كما حسد أهل الكتاب المؤمنين أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وكذلك الحسد في أمور الدنيا الفضل لله إذا رأيت من هو أعلى منك وأكبر منك وأعلم منك وأكثر منك مهالا فالفضل بيد الله لا تحسد لأن لا يعلم أهل الكتاب والذي يشابه أهل الكتاب في الجحود والحسد أيضا تنطبق عليه عموم الآية لأن لا يعلم أهل الكتاب ومن هم على شاكلة أهل الكتاب ممن يرون أن الفضل بأيديهم وأن لهم منه وأنهم يحسدون الناس كل أولئك عليهم أن يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما المراد بالفضل في قوله وأن الفضل بيد الله المراد بالفضل مطلق الفضل أو عموم الفضل أيًا كان من فضل الدنيا أو الآخرة وقيل هو الأجر المضاعف والمثوبة وقال الكلبي الفضل هو الرزق وقيل النعم التي لا تحصى وقيل الفضل الإسلام وقيل الفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا إذا ترادفت العبارات فعمومها وشمولها أو لا وذكرنا لكم القراءات لأن لا يعلم وقرأ خطاب بن عبد الله لأن يعلم وقرأ بن عباس ليعلم وقرأ الجحدري لينعلم أصله لأن يعلم وقرأ أيضا كي لا يعلم هذه يمكن خمس قراءات وهي قراءات أيضا صحيحة ذكرها المفسرون وعن بن عباس كي يعلم وعنه لكي لا يعلم وعن عكرمه لكي يعلم وقرأ الجمهور ألا يقدرون بن نون وقرأ عبد الله بحذفها ألا يقدروا على أن أن ناصب أهل المبارع والله تعالى أعلم بعض فوائد الآيات وحكمها وأحكامها مكانة الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شرف الإيمان وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان برسول الله جميعا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله بيان أيضا الأجر المترتب على ذلك من أجر وخير وفضل الدنيا والآخرة مكانة المؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاش عبد الله ابن سلام كهؤلاء الأربعين الذين وفدوا من الحبشة وآمنوا وأسلموا مع الصحابة وغزوا الغزوات ونزلت فيهم أيضا آية القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أيضا كفر أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا ينفعه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لابد من الإيمان به أما من لم يؤمن به ومات على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه اتباعه لموسى ولا لعيسى وأن أهل الكتاب لو أخذوا بالقرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لحصلوا على فضل الدنيا والآخرة لكن بعضهم كفروا قال الله عز وجل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الفضل لهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم إبطال مزاعمهم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله إثبات القدرة إثبات الغفور والرحيم وصفة المغفرة وصفة الرحمة وأيضاً حرمان أهل الكتاب من الجنة ما لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه وأن الفضل بيد الله ساعة فضل الله ساعة فضل الله جل وعلا فإذا سألت الله ودعوته من فضله قال تعالى واسأل الله من فضله فلا تبخل على نفسك اسأل الله ففضله واسع ورحمته وسعت كل شيء فاسأل الله من فضله في خير الدنيا والآخرة وأن الفضل بيد الله لكن يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مناسبة ختام هذه الآية بهذا الأمر العظيم وهو أن الله ذو الفضل كله سبحانه وتعالى والفضل العظيم وليس فضله كفضل غيره قليلاً وإنما فضله عظيم وهو أعظم فضل فاسأل الله دائماً حتى في سؤال الناس لا تسأل الناس اسأل الله لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب تسأل صاحب الفضل القليل وتترخ صاحب الفضل العظيم فهذه دلالات وهدايات وفوائد من الآيات يتم بها تفسير سورة الحديد ولله الحمد والمنة وفيها من الحكم والأحكام والفوائد والفرائد والدرر العظيمة التي استفدنا منها نسأل الله أن نتبع القول والعلم العمل إنه جواد كريم الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقوا في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا الحديث ذكره المصنف وهو الحديث الثالث من كتاب الصلاة في فضل صلاة الجماعة ووجوبها والحديث عند البخاري اخرجه في الصحيح في كتاب الجماعة باب فضل العشاء في الجماعة وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ البخاري ولفظ مسلم بزيادة إن 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 أثقل الصلاة إذن رواية البخاري أثقل الصلاة على المنافقين ورواية مسلم بزيادة إن المؤكدة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل الصلاة أثقل في التفضيل على وزن أفعل فمعناها فيه ثقيل وفيه خفيذ وفيه أثقل أثقل الصلاة الصلاة على المؤمنين خفيذة ولله الحمد والمن لأنهم يشعرون بداع الإيمان ويمتثلون النداء فيذهبون إلى الصلاة أما المنافقون أو المتشبهون بالمنافقين فالصلاة عليهم ثقيلة أثقل الصلاة الثقل ضد الخفة أي أشدها ثقلا من أفعل التفضيل ويدل على ذلك أن الصلاة كلها على المنافقين ثقيلة قال الله عز وجل في صفاتهم في سورة التوبة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فالصلاة عليهم ثقيلة لكن هناك وقتان هما أثقل من غيرهما عليهم وعلى المتشبهين بهم أثقل الصلاة الصلاة هنا جميع الصلاة الصلاة فأل لاستغراق الجنس وهو محمول على صلاة الجماعة ولم يقل هنا أثقل الصلاة جماعة لأنها معروفة واضحة من السياق وهي في سياق صلاة الجماعة وتحتاج إلى سعي وتحتاج إلى ذهاب فهم يتثاقلون ويتكاسلون عنها وإن لم تذكر صلاة الجماعة المراد بها صلاة الجماعة وإن لم تذكر لدلالة السياق عليها قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما أيضا هنا محذوف التقدير من الأجري لدلالة السياق على ذلك لأتوهما ولو حبوا يعني سعوا إلى المساجد لحضور صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو أنهم يحبون على أقدامهم وأيديهم كما يحبو الطفل الصغير وهذا من عظم فضلها ومكانتها وأجرها ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة كل ذلك مشعر بأن المراد صلاة الجماعة والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في وجوب صلاة الجماعة ودل على أن المصنف رحمه الله يرى كما يرى جمهور أهل العلم وجوب صلاة الجماعة خلافا لمن رأى أنها سنة ولمن رأى أنها فرض كفاية بل إنها فرض عين بل شدد بعض أهل العلم فجعلها شرطا يعني اللي لا يصلي هذه الجماعة لا تصح وإن كان في هذا القول نوع تشديد ولكن الوجوب ظاهر ولقد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة فهذا من أدلة الجمهور القائلين بوجوب صلاة الجماعة وهو الراجح والمنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق نوعان اعتقادي وعملي الاعتقادي هو أن يعتقد والعياذ بالله في قلبه الكفر ويظهر الإيمان فهذا كفر اعتقادي صاحبه في أسفل في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله أما النفاق العملي فقد يقع به بعض المسلمين إخلاف الوعد الكذب وغيرها حتى التثاقل عن الصلاة والتكاسل أيضا ضعف الإنفاق ولا ينفقون إلا وهم كارهون إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أتمن خان هذه أيضا خصال توجد حتى عند بعض أهل الإسلام لكن لا يؤمن لا يحكم بنفاقهم الاعتقاد وإنما يقال إن هذه صفة من صفة المنافقين وينصح بالردع عنها وتركها في قصد أن الحكم على الأشخاص بهذا كافر وهذا منافق وهذا كذا يحتاج إلى ورع ويحتاج إلى دقة وليس إلى الإنسان يكل ذلك إلى رب العالمين المنافقون مأخوذ مأخوذ من النافقاء والنافقاء هي الحفرة أو الجحر لليربوع اليربوع اللي يعرفون اليربوع والجربوع من أهل البراري يعرفونه ذكي لذكائه يعمل لحفرته يعمل له يعني المدخل الباب الرئيسي ويعمل له نافقاء يحفر يحفر في الأرض في آخر جحره حتى يكون فيه قشرة رقيقة فإذا حس بالعدو دائم هذه القشرة فنفق من الجحر عن من يريد استياده فهذا هو المسميه العام من الطاقة الجربوع يعني فلان أحيانا لشفافيته ولا لرقته أو حتى لأيضا ذكائه وفطنته أو حتى يتفيط ويتذاك عن الآخرين يقال إنه كالنافقاء ولهذا الذين يحذقون في صيد الجربوع يروح يسكر عليه يسكر عليه النافقاء حتى لا يخرج منها ثم يسكر على جحر ويصيد نعم هذا المراد به في اللغة وقيل من النفق وهو السرب أو السرداب الذي يستتر فيه فكذلك يستر المنافق كفره ولو يعلمون أي المنافقون علم إيمان وصدق ويقين لأتوهما ولو حبوا كحب الصبي ولقد هممت عزمت فالهم العزم المؤكد الهم هممت ولقد هممت عزم عزما مؤكدا ليس عزما مجردا نعم فتقام آمر بالصلاة فتقام يعني ينادى بإقامتها ويكون فيه أيضا من ينوب عن الإيمان والرسول عليه الصلاة والسلام لعظم صلاة الجماعة أراد هو أن يحرق عليهم بيوتهم فآتي بحزم معهم حزم جمع حزمة وهو ما جمع وضم وشد بحبل ونحوه وفي هذا الحديث فيه معناه الإجمال عظم صلاة الجماعة ومكانتها لأسي من العش والفجر وأيضا الإخبار عن المنافقين وأن من خصالهم التساهل فليحذر المسلم من الاتصاف بصفاتهم وأن صلاة الجماعة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولا يقال هم ولم يفعل عند القائلين بالوجوب لأن لها صوارف أخرى هم بتحريق بيوتهم لعظم جرمهم بتخلفهم ويدل عليه ما في رواية أحمد لولا ما فيها من النساء والصبيان أو الذرية وأؤلاء إلى ذنب لهم فعادل النبي صلى الله عليه وسلم عن إحراقهم لهذا السبب وهذا لا ينافي وجوب صلاة الجماعة وبهذا يتبين أن حكم صلاة الجماعة الوجوب على القول الراجح لماذا رجحنا الوجوب من خلال هذا الحديث من خلال هذا الحديث كيف تستنبط وجوب صلاة الجماعة من هذا الحديث الجواب من أوجه أولا ربط الحكم بالسبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فذكر العقوبة على ترك شهود الصلاة وذكر أنه هم بمعاقبة من لا يشهدها فهنا ربط الحكم بالسبب ولو لم يكن الأمر واجبا لما هم عليه الصلاة والسلام وهو لا يهم إلا بأمر حق ولا يهم بباطل ولا يهم بأمر مسنون ولا يهم بأمر هو فرض كفاية ثم إن العقوبة لا ترد إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم فدل على أن شهود الجماعة واجب وأن التخلف عنها دون عذر أو التخلف عنها من غير ضرورة أو من غير سفر أو من غير مرض فلا نستعجل في الحكم على الناس دون أن نعرف الأسباب والأعذار إذن التخلف عنها من غير عذر شرعي محرم ولو كانت سنة أو فرض كفاية لما هم بالتحريق وإنما معا من ذلك وجود النساء والذرية فيها ممن لا يجب عليهم شهود الجماعة وهذا روي في حديث في حديث أحمد رحمه الله كما في المسند وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الجان وغير الجان لا يقام عليه الحد وكذلك الحبل ما ذنب جنينها اثنين من أوجه استنباط هذا الحكم وهو وجوب صلاة الجماعة من هذا الحديث أن الله وصف المتثاقلين عنها بالنفاق والنفاق أمره خطير والمتثاقل عن فعل السنة لو كانت سنة ما عد منافقا ولو كانت فرض كفاية ما عد منافقا فما عد منافقا إلا لأنه ترك واجبا فدل على أن تثاقلهم كان عن أمر واجب الأمر الثالث أنها لو كانت فرض كفاية كان يكفي قيامها بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين ما سبب تخسيس صلاة الفجر وصلاة العشاء فأنهما أذخلوا الصلاة على المنافقين أما الفجر فهي واضحة نوم الفجر ينام عنها لأن وقتها وقت النوم لا سيما مثلا في الشتاء قد يكون وقت لذة النوم مع شدة البرد وبعد العهد بالشمس وطول الليل وفي زمن الحر أيضا مع المكيفات اليوم ومع السهر ومع مثلا متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الناس اليوم الحقيقة انشغلوا ولهذا ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على أدائها هذه الصلاة أما العشاء فلأن وقتها وقت الإيواء ما هو مثل العشاء أن اليوم يجي في وقت يمكن يعده الناس وسط الوقت لا كان الناس يقومون من الفجر ولا ينامون فما يأتي العشاء إلا والواحد منتهي يريد أن يأوي إلى بيته والاجتماع مع أهله واجتماع ظلمة الليل مع طلب الراحة ومتاعب الكد والسعي طوال النهار هذا ما يقوي الصوارث مع ضعف الإيمان وأيضا خصال النفاق التي تحصل لمن يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا فضل صلاة الفجر ومكانة صلاة العشاء ولا يجوز التشبه بالمنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وفيه بيان فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وهذا دليل على هذا الفضل العظيم رواه أبو داود والترمذي ولفظهما من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة فلهاتين الصلاتين العشاء والفجر زيادة فضل وأجر حيث إن لهم فيه مشقة والعمل كلما كان شاقا كلما كان أعظم أجرا الفوائد وجوب صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة فرضية صلاة الجماعة فرض عين على من استكملت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر والأعذار الشرعية المسوغة كالمرض والخوف والسفر تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة هذا من المقاصد الجميلة والقواعد المقاصدية المهمة فالمفاسد إذا تزاحمت يبدأ بالأسهل يؤخذ بالأسهل ولا يؤخذ بالأغلاء والأشد فعند ارتكاب المفسدتين يرتكب أخفهما لتفويت أعلاهما هذه تغيب عن كثير من الناس حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بالعقوبة لا تبدأ أولا بالوعيد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توعدهم ولقد هممت ما راح أحرق على طول فينبغي أن يتنبه لها الفقهاء والعلماء والمحتسبون والدعاة إلى الله الوعيد مقدم على العقوبة المفسدة الصغرى تقدم على المفسدة الكبرى ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ودفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى وهكذا ينبغي أن يفهم المسلم علم القواعد وعلم المقاصد فلا يعدل إلى الأعلى والأصعب وفيه ما يستطيع الإنسان أن ينكر المنكر أو أن يقضي عليه بالنصيحة فلا يحق له أن يعاجل بالعقوبة والعقوبة أحيانا ليست له للإمام للقاضي وليست لأحد الناس ومن القواعد التي دل عليها هذا الحديث قاعدة درء المفاسد وأنها مقدمة على جلب المصالح الصلاة جماعة مصلحة كذا ودرء المفسدة في الهم بالتحريق عليهم بيوتهم قدمت المفسدة درء المفسدة على جلب المصلحة فإنه فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب أيضا من لا يستحق العذاب لو لا ما فيها من النساء والصبيان فعدم إحراق البيوت لوجود نساء أو صبيان لا يشملهم الحكم مفسدة دفعت وقدمت ودرئت على جلب المصلحة وهي التحريق من أجل التخلف عن صلاة الجماعة الحث البليغ على حضور الجماعة في المساجد لا سي من عشاء والفجر وأنها من صفات أهل الإيمان وأن التخلف عنها صفة أهل النفاق بمناسبة الحديث عن المفاسد والمقاصد يالت طلبة العلم يعنون في دراستهم القرآنية والتفسيرية وطلاب العلم في المقاصد والفقه والأصول يعنون بالمقاصد من القرآن واستخراج المقاصد القرآنية والقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية من القرآن الكريم كما في هذا الحديث وكما تخرج أيضا من السنة النبوية وشروح السنة كفتح الباري والنووي على صحيح مسلم وغيرها من الكتب والشروح في الحديث أيضا أنه لا بأس للإمام أن يستنيب عنه في الإمام انظر مكانة الإمام وأنه لا يستخلف إلا لعذر ولحاجة لو لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأنطلق برجال معهم حزم من حطب هم هو وأراد أن يفعل هو وهو الذي سيتولى ذلك وأنه له أن ينيب عنهم حينما تعرض الحاجة أيضا في الحديث من الفوائد أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة ولو كان يصلهم أو يريدهم أو ينتابهم من الوصول إلى الجماعة والمسجد المشقة فعليهم أيضا أن يتحملوا لعظم الأجر لأن الصحابة كانوا يأتون وهم يهادون يعني كل يمسك رجل منهم بيمينه وآخر بشماله يتهادى حتى يصلي وأيضا التخلف عن صلاة الجماعة من صفات أهل النفاق قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق واليوم لا ينبغي التسرع في الحكم على الناس في النفاق في صلاة الجماعة والمساجد كثرة المساجد وربما نحن في مكة يصلي في الحرم وكثرة المساجد يصلي في مسجد آخر أو له غرض آخر أو له عدة بيوت أو له أو له التماس العذر للمسلم خير من سوء الظن به أو رميه بما لا يحق الرمي به شرعا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة أيها الإخوة تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم ومن الوقوف معهم كما وقفت هذه البلاد المملكة العربية السعودية ووقفت كثير من بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة مع هذا الحدث الخطير الذي أصيب به إخواننا المسلمون في فلسطين وفي بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس وفي غزة على سبيل الخصوص لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض الكريم إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا في فلسطين فاللهم أنجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنجل مستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غزة اللهم احفظ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين الغاشمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز أرنا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك إنه لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب اهزم أعدائك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم بمنك وكرمك وواجبنا أيها الإخوة أن نقف معهم وأن نساند هذه الحملة التي أمر بها ولا تأمرنا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا بالإنفاق في سبيل الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وينبغي على المسلمين أن لا تجعلهم أن لا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين فيجب عليهم الرجوع إلى أولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وأن لا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وليبشر المسلمون بالنصر والتمكين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا ابتلاء وتلك أزمة ينبغي الرجوع إلى الله وينبغي الإقبال على دينه وتصحيح المعتقد واجتماع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة واجتماع كلمتهم على منهج السلف الصالح رحمهم الله وأن يتعاونوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكن ذوي أمل واستبشار وتفاؤل بنصرة دين الله عز وجل ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فينبغي علينا أن نكون مع إخواننا جسدا واحدا في الدعاء لهم وفي مشاركتهم مصابهم وفي تفعيل هذه الحملة التي أمر بها ووجع بها خادم حرمين الشريفين حفظه الله وأجزل مثوبته وولي عهده الأمين وأن تعاون في إيصال هذه التبرعات عن طريق المظلة الرسمية وهي منصة ساهم في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبهذا يؤدي الإنسان ما عليه ويقدم الواجب تجاه إخوانه المسلمين نسأل الله أن يتم بالنصر والظفر والتمكين إنه جواد كريم وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واطمئنانها ويوفق ولاة أمرها ورجال أمنها إنه جواد وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر